دشنت وزارة التربية والتعليم خطتها الاستراتيجية للعوام 2023-2026 والتي تأتي منسجمة بشكل تام مع أهداف أولويات برنامج الحكومة من التعافي إلى النمو المستدام للفترة ذاتها وتضمنت هذه الخطة سلسلة من المبادرات الهادفة إلى النهوض بمستوى خدمات الوزارة بشكل عام وبخاصة ما يتعلق بتحسين أداء المؤسسات التعليمية خطة وزارة التربية والتعليم الاستراتيجية للعوام 2023-2026 تأتي انسجاماً مع أهداف وأولويات برنامج الحكومة متضمنة لسلسلة من المبادرات الهادفة إلى النهوض بمستوى خدمات الوزارة بشكل عام وبخاصة ما يتعلق بتحسين أداء المؤسسات التعليمية ومراجعة وتطوير المناهج وطرق التدريس بالشكل الذي يضمن تلبيتها للاحتياجات والمهارات المطلوبة مع الارتقاء بكفاءة القوى العاملة الخطة اجتملت أربعة محاور رئيسية تندرج ضمنها أهداف رئيسية وأخرى فرعية بدءاً بمحور جودة التعليم الذي يهدف إلى تحسين جودة وفعاليات النظام التعليمي والارتقاء بكفاءة مخرجاته من خلال تطوير المناهج لمؤكبة متطلبات العصر ورفع مستوى أداء المؤسسات التعليمية وتجويد مخرجاتها وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في التعليم وتعزيز الإشراف والرقابة للارتقاء بأداء المؤسسات التعليمية كما أن الخطة جاءت في محورها الثاني مركزة على العنصر البشري من خلال هدف استراتيجي وهو تمكين الكوادر البشرية ورفع كفاءتها وذلك عبر تنمية أداء منتسبي الوزارة ورفع قدراتهم المهنية وزيادة مهارة وجهزية المعلمين مهنياً وتقنياً والارتقاء بمستوى أدائهم بينما يركز المحور الثالث على الخدمات الإدارية من خلال تطوير الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات وذلك عبر تطوير الخدمات الإدارية المقدمة ورقمنتها وتسير عمل الأجهزة الإدارية بمرونة وتكامل والعمل على حوكمتها ورابع محور في الخطة يرتبط بالبنية التحتية من خلال تطوير البنى التحتية التعليمية والرقمية وذلك عبر توفير مدارس عصرية وجاذبة وتطوير المنشآة التعليمية وتعزيز البنية التحتية الرقمية وتحقيقا لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة وبالذات غايات الهدف الرابع وهو التعليم جاءت هذه الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم لتؤكد سير الوزارة ومواكبتها لتطلعات حكومة مملكة البحرين وتوجهاتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ترجمة نانسي قنقر